يا أيها الذين آمنوا كعوا وسجدوا وعبدوا ربكم وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون يا صباح الخيرات على أحلى صبايا كيف كنت أخباركم إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب أنتم تشوفوا فيديو اليوم أهلا وسهلا فيكم كلكم من أي دولة تابعيني فيها برحب فيكم هلا هون صبايا مثل ما شفتوا عم ينزل تلج والجو بره كثير كان برد يعني ناقص عشرة فتحت الشبابي كلاعاته البيت ما بتتصوروا قدي صار بارد كأني عايشة بالأسكيمو هون غرفة الولاد غرفة الألعاب والدراسة وقت راحوا على المدرسة فبلشت إني هيك رتبوا هنم برتبوا قبل ما يروحوا على المدرسة بس يعني هيك فيه كم غرض ما بيكونوا بمحل لون كتاب مثلا ألم أو شي فإنه برتبون فتت على المطبخ كمان فتحت الشباك وقدت لساوي اليوم قدت ما لح ساوي قهوة لح أغير يعني لح ساوي قفلتين هدي كم مرة عملتها معكم بس تالصلايا الاجدادة اللي عم يتابعوني جديد لح أريد أرجع لكم كيف بتصير هلا هون جبت هاي الأداء اسمها فرنش بريس جبتها من محل جراتيس كانوا عاملين عليه عرض في وقتها جبتها هي للقهوة للزهورات هيك فيه مثل المصفاية فأنا بحب أعمل فيها الرغوة تبع الحليب هلا هون جبت الحليب لازم يكون الحليب صخن عم يغلي فبتحطيه بقلب هذا الإبريق وبعدين متل ما لكم شايفين فيه هيك من الرأس هيك شغلة حديدة بتطلعيه وبتنزليه لحتى تطلع الرغوة فضلت طلعه ونزله هيك بعدين بتلاقوا ان الرغوة تلازم تعبوا الحليب نص الإبريق مو كلهم من شان وقت يطلع الرغوة ما يطفطف عرفتو هلا هون جبت هاي هذا الإبريق تبع القهوة غليت فيه ماي وحطيت له قهوة سريعة الزوابان نسكافي يعني سريعة الزوابان هيك معلقتين بعدين جبت هاي الكاسة وحطيت الحليب الصخن بقلب هاي الكاسة طبعا الحليب حطط له سكر معلقة سكر كبيرة مشان يطلع رغوة يعني انت وقت كتري سكر بيطلع رغوة أكتر بعدين بتكتي هاي النسكافي سريعة الزوابان هيك على جنب بتضلي بتكتي مثل ما عليكم شايفين بصير هيك بهذا الشكل من تحت الحليب من فوق الرغوة ومن النسكافي شكله كتير حلو بشحي وطيبة كتير طبعا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هون فتت على غرفة القاعدة حطت اللاب توب على اليوتيوب على دروس تركية اللي زمان زمان ما اعادت وهيك راجعت المعلومات وحفظت جمال جديدة اللي زمان كنت من زمان اعمل هاد الشي بس ما بعرف ليه كتكسلنت قلت خلاص لحي ارد ارجع مثل اول ورد احفظ جمال واحفظ كلمات مثل من زمان مشان راجع معلوماتي لانه عن جد صايرة عم بنسى هلا هون اجا زوجي تفت انا ويا انه روح على المول على هذا المحل محل اجهزة كهربائية اسمه ويامي لانه قررت اشتري مكنسي الروبورت صراحة بعد تفكير كتير كتير وسألت كتير عالم وبحست عنه لقيت انه هي مريحة وبتوفر وقت كتير بما انه انا بشتغل باليوتيوب وبالمونتاج وكذا فلازمني وقت لازمني شي ساعدني فبعد ما سألت كتير رفقاتي عندهم منه وقالوا لي انه كتير كتير ممتازة وعن جد بتريح فخلاص قررت اني جيبه بس قررت جيبه صار وقت انه بدي شوف شو الماركة المناسبة يعني فصرت افتح على الانترنت على عالم شارينا اجانب واتراك وعرب فلقيت اكتر شي يعني هون بالمواقع التركية بالانترنت يعني العالم اللي شارين هاي المكنسي من شركة ويامي التعليقات تبع العالم كلها تشاكرين فيها وابدا ابدا ما حكوا عنا تعليق سلبي في ماركة ايروبورت هاي مشهورة بس العالم اللي شارينا كاتبين تعليقات سلبية عليها بس هاي ابدا ابدا ما كاتبين فانا اول شي انه بيامي يعني وصينية فانه خفت بس بس حسب تعليقات العالم تشجعت اني جيبه هلا هوني انا جبت الونا بيضة ما جبت اسود هي في منها اسود بس الاسود كتير يعني بيبين عليه الوصخ والغبرة فقالت الابيض هيكي ما كتير بيبين عليه الغبرة هلا مثل ما شايفين فيه كتير موديلات واشكال وهيكي فهي الاصدار الجديد اكتر من الاصدار القديم بيجي معا مثل انا شايفين مثل هاي السلة بقلب هاي السلة هون بتشحن وبتنظف حاله لحاله الاصدارات القديمة انتي لازم تطفية فيه الى خزان صغير يعني هذا الخزان فورا بنتلى يعني اذا بيتك كبير نص البيت كنسته بنتلى للخزان وبتقلك انه ماعد فيني امسح ماعد فيني يكنس لازم تنطفيه للخزان تبعي فهي الجديدة اللي طالعه انه لا هي لحاله بسين تلى الخزان لحاله بترجع لمحله وبتفضي الوسخ اللي بيقلبه بهذا الكيس اللي ارجعت ومياه وبعدين بتريد بتكمل محل ما وقفت فكتير عجبتني انه هاي بتريح اكتر من الاصدار القديم مثل ما لكم شايفين هون خطيته هون بغرفة القعدة لازم يكون فاضي على الجنب والجنب الثاني كمان يكون من الجنبين يعني فاضي اولا شي بتكبسي هذا الزر كبسة طويلة خمس ثواني جهاز اتشارده مثل ما لكم سامعين بتحكي باللغة التركية طبعا اذا كان كنتوا انتوا جايبينها من دولة عربية ممكن تحكي بالاجنبي يقلوا من فوق من تحت تضغطي عزرين مع بعض لمدة خمس ثواني قبل اصوز انترنت بعلان تسييري دان كرولدو هون مثل ما لكم شايفين بلشت بغرفة القعدة انا شلت الكراسي لان الكراسي رجلين تبعاتهم ضيقين وما بتحسين تفوت بيناتهم فشلت الكراسي يعني كل ما بده تكنس بشيل الكراسي مثل ما شايفين طلعت على السجادة انا خفت ما تطلع على السجادة ولانه انا عندي هاي السجادة في الى خيطان من على الطرف خفت يلفوا الخيطان بالدوليب او كذا الحمد لله طلعت ومع حلاها حتى تحت الكنباية تنزل هاي الى شايفين الضوو الازرقي اللي تحت هاي الى شو قالوا لها الضوو فوق البنفسجي شعف فوق البنفسجية هيدلوني بتقتل الجراسي والبكتيريا يلي بالارض انه كتير منيح للفيروسات والبكتيريا بتعاقم يعني هلا هون انا تركتها تاخد خريطة البيت لانه بتطول اه لحتى تاخد الخريطة انا فدت على المطبخ اللي تحت رتب اه في عندي الرفوف اللي حاطة فيهم ادبات الكهربائية قدت بدي رتبه لانه مو عجبيني الرف كتير كبير واخ يعني حاطة ادبات حاطة جهاز كهربائي واحد بالرف وهو الرفيني استغله وحاط فيه غراض كتير فاجيت فكرة بعقلي ان يجيب سلات اه علب يعني حاطة بالعلبة ثلاثة ادبات كهربائية وهيك بيستغل بصير عندي رفوف فاضة حاطة فيها شغلات تانية وهيك بصير ارتب فاللي عملته اني فضيت كل الرفوف اول شي بعدين صرت بخه بهذا البخاخ اه تبع المطبخ الخاص للمطبخ وبعدين صرت امسحه جبت هاي العلبة متل ما شايفين العلبة هيك بتنفتحه الى غطى يعني بتتسكر حاطيت اول علبة هاي المبرشة تبع الجبنة وحاطيت كمان ماكنة الكبة وكل يعني كل كل الغراض اللي بتجي مع المبرشة وماكنة الكبة كلها توسعت بعلبة عن جد كتير ممتازة كتت حاطة المبرشة بيرفة وماكنة الكبة بيرفة فهيك حطيت الاثنين سوا بيرفة واحدة العلبة التانية حطيت فيها هذا الخلاط حطيت فيها هاي تبع البن اه وحطيت فيها هاي الخفاقة ووسعوا ثلاث ادوات مع بعض اه كمان حطيتهم بالرفة التانية لا انا حطيت اللي تقيل تحت وبلش الاخف فوق فوق اعرفته وما حطيت اللي تقيل فوق مشان وقت بدي نزلون هيك اسهلي هلأ بالسلة التانية حطيت هي تبع الليمون وحطيت الفرامة هي وهذا المكسر وهي كمان ووسعوا ثلاث ادوات كهربائية بعلبة واحدة حطيتها بالرفة التالتة اه هلأ جبت السلة التانية هلأ هون حطيت مماسح انا عندي مماسح كتير الصراحة وهدون اللي بنشاف فيهم يعني البشاكير الصغيرة بنشاف فيها الصحون وهيك فكلها عطيتهم بعلبة واحدة هيك صاروا كانوا كل ما مسح بمكان وهيك كنت ادايق كتير من الدرج تبع المماسح بس هلأ هيك صاروا بهي السلة صاروا ارتب هلأ هون جبت محارم كمان حطيتهم بهي السلة كتير عجبني هلأ بصير وقت يعني المحارم تخلص بسحب هاي العلبة وباخد محارم من قلبه هلأ اخر علبة حطيت فيها الكريمة نسكافي البن البودينغ هدون الشغلات اللي كانوا بحترين هون وهون كلها عطيتهم بعلبة واحدة ولسه بيسع اكتر صراحة كتير زراف عن جد يعني انا شوفت عالم حاطين فيها سكر وكذا وكيس شاي وبرغول وهيك فعن جد بيسعوا ومنظرهم حلو بس بصراحة ما كتير عجب ما بعرف يعني حسيت المنظر الأخير والسلات ما كتير عجبوني يعني ما بعرف ممكن حطون جوه بالخزانة جوه وهون الرفوف تجيني فكرة تانية بعقلي وحط بالرفوف شي تاني ما بعرف بس ما كتير اقتنعت بالمنظر الأخير عرفتوا انتو كمان عطوني رأيكم ما بعرف حلوة ولا لا هلا هوني ما عدت كان فيه وقت يعني الولاد بدون يجو من المدرسة ومتل ما شفتوا المكنسة كانت لستعم تاخد الخريطة هلا هوني اجت على المطبخ اقلت لساوي اكلة سريعة هي اول شي جبت دوني الفليفلة الحمراء قطعتهم هيك مربعات اول شي امت البزرة من من البن وجبت توم وبصل كمان قطعتهم قطعت بصلة واحدة وتوم ثلاث سنان توم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احضرت هذا الجات ورأة زفده بقلبي اشتركوا في القناة اضعت الفلافلة والبصل والتوم اضعت زيتون وفل فلفل اسود اضعت البابريكا اضعت الفرن لتقرب من مدة 20 دقيقة الى هون صبايا المكنسي خلصت اغدت خريطة البيت ورجعت لتشحن حالة وتفضي الوسخ يلي بقلبها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كما ترون بعد نشو الفلفل والبصل والتوم قمت بها كاسة شاي حليب قمت بخلطها بالهند بلندر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر صف قوتي عندما ج见تِ فلت ميبا وضع الماكرونة ثم بالطنجرة الثانية وضع الصوص وضع الكريمة الطبخ وضع جبنة وضع رشدين ثلاثة وضع الماكرونة لا يجب ان تكون مستوي لديها قرطة وضع الماكرونة وضع الصوص مع بعض يتعقدون وستوي الماكرونة وضع صغير وضع الماكرونة وضع المساعدة وضع المباشرة وضع المزيد وضع المنزل ويقع المقابل وضع المنزل وشكرا وضع المنزل وضع المنزل وضع الصارع امرار موافر هنا قطعت البقدونس إلي كيف نصحون بالبقدونس هناك الكثير من يستغربون ويقولون لي بس هاي صفرتك اي صراحة انا هاي صفرتك ما بساوي كثير اكل حتى برمضان يعني بكرة تستغربوا برمضان للصبايا الجداد برمضان حتى يعني وجبة واحدة بعمل صراحة ما بحب كثير اكل كتير لانه بيزيد وممكن كب وما بحب كب اكل وشغلة الثانية انه يعني بتاعب لأكل مساواتي الاكل كتير وانواع كتير بتاعبني وما بينجح معي وقت معمل اكل كتير بقول ما بينجح معي الاكل اما وقت معمل الاكلة واحدة بتكون طيبة وظريفة وخلص مناكلها ومنقوم ما بيزيد لا اكل ولا شي هلا هوني فتد على غرفة النوم عندي هذا كيس الكياس اكيد كلكم عنكم منه هذا كيس الكياس كتير كتير بتدايق منه انه هيك اخذ مكان وما بعرف وين حطه منظره ابدا محلو فعجبت يدون السنديق يدون السنديق كانوا عندي من زمان سنديق خشب فقالت لحط فيهم الكياس هيك صرت الكياس الكبيرة حطيتهم بسندوق والكياس الصغيرة حطيتهم بسندوق مثل ما لكم شايفين صرت اطويهم هيك كيف من كان مضروري يعني على الليبرا وكذا اطويهم وهيك صفهم على الواقف و هلا امتى ما بدي كيس كبير باخد السندوق يلي على الجنب اليمين والسندوق يلي على الجنب اليسار كياس صغيرة هلا هون فتت على المطبخ قلت لساوي اكلت حلو اكلت الحلو هي بدا بسكوت سادة جبت هذا الجات اللي صغير اصغر جات يعني صرت صف البسكوت السادة هيك لازم يكونوا صفتين يعني فوق بعض عرفتو؟ تقديم مشاعرك اشترك ملات نزيف اشترك اشترك ويف المنطبخ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحليب البودرة جبتوا من محل عربي لانه عند الاتراك بالماركتات هون ما بتلاقو يعني وبعدين حطيت علبة اشتاة الاشتاة كمان جبت من محل تركي اسمه كايماك وبعدين حطيت هاي زرف الكريمة انا ان شاء الله بدي حط باول تعليق المكونات يعني مشان اذا حبيتوا تاخدوا المكونات وتساوى حطيت فانيليا زرف الفانيليا وبعدين بالخلاط نخلطيون سوا موسيقى 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 بعد ما خلطتو نكتت الخليط في البسكوت موسيقى مدة 10 دقائق يكون شاغل من فوق على درجة 180 موسيقى انا عادت الموبايل 10 دقائق حتى لا ننسى ويحترق هنا جبت بسكوت الأوريو صرت تفكه افصله عن بعض دبائر حتى ننزين هذا الجلط بالبسكوت الأوريو هنا بعد ما خلص يتماسك صف البسكوت الأوريو يعني كل صف ثلاثة ثلاثة هنا جبت هذه الطنجرة وضعت فيها كاسة ماء وضعت الكريم كراميل وضعته وضعت معلقتين سريعة الزوبان بعدين حركتهم على البارد بعدين شغلت الغاز تحتهم وضعت الكريم كراميل ونس كفير شغلت الغاز تحتهم بعدين بيغلوا بس غلوب تطفي تحتهم وبعدين بتكتي الخليط فوق البسكوت وضعتهم وضعتهم بالبراد ساعة أو ساعتين حتى تحسن التأكل هنا صار الليل قلت لأرجيكم هذا الليد للمطبخ تتذكروا الليدات اللي هذي كمرة حطيتهم معكم وأتساويت المادات السجاد والصراحة ما عجبني ابدا وحكيت لكم وقلت لكم بالمنتدى اللونه على أورانج وانا اللون هادا كتير عن جد مو زعج بتحسي انه بس تفوتي على المطبخ بيزعجك هذا اللون وبدايقك فأنا ما كان هيك بدي كان بدي لون الشمس أبيض على زهر على أحمر عرفته بس هداك كان لونه أورانج فشلته لانه ما عجبني وجبت هذا عن جد لونه كتير حلو متل ما بدي أنا بحب الليل هيك وطيصير الليل طفي كل الأضوية وبس شغل لمبادير شغل هيك بالمطبخ هذا الليد فوت بساوي قهوة كذا على هذا الليد يعني كتير بحب هذا الضو فمتل ما قلت لكم هداك الضو ما كان حلو كمان هداكي كان بده فيش يعني زوجي يركب له فيش أما هادا بيجي معه فيش وقوله زر كمان انتي بتكبسي وبتشغليه أمتى ما بتحبي يعني فهذا أحسن بكتير من هداك قاله هون الأكلي صارت جاهزة عن جد بتجنن كتير طيبة عن جد منصحكم فيها أولادي كتير حبوها يعني وبس هاد هو الفيديو تبعي اليوم بتمنع يكون أعجبكم اذا حبيتوا ما تنسوا تعملوا لي لاك تشتركوا بالقناة بحبكوا كتير سلام